موسيقى 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 عشان طائرات العدو والحاجات دي كلها الأجواء ديت ها جماعة فعلاً كانت عصيبة جداً بالنسبة لنا لكن فرحتنا ب73 كانت أكبر من حزننا في ما بين 67 و73 والحمد لله النصر دوت كان نصر عزيز جداً ومؤذر لنا وكان في نوع من الرضا من الشعب المصري عن القوات المسلحة تذكر ان احنا كنا لما نشوف تلاتة وسبعين حد من افراد قاتل مسلحة سواء عسكري اه او فرد من افراد قاتل مسلحة او زابط كان الواحد ببسعيد جدا عايز يروح يحضنه ويبوسه لان فعلا يعني ضحوا بحياتهم سواء في اه سبعة وستين او في تلاتة وسبعين والحمد لله ربنا اكرمنا بنصر تلاتة وسبعين على عد الزعيم الراحل اه انور السادات فانا يعني بقولك يا جماعة لو كنتوا انتوا من سننا وعشتوا اه الاجواء بتاعت اه تلاتة وسبعين دي كنت تبقوا فخرين جدا وسعدة جدا بيه القوات المسلحة وبالشعب المصري وبالمجهود الحربي اللي كانت الناس بتقوم بيه يعني مفيش واحد من الشعب المصري بخل باي مجهود في اه تحقيق او على الاقل يكون ليه يد في تحقيق النصر على اسرائيل في الحرب ديت ويمكن ربنا اكرمنا كمان بالسعادة بعد ما استردنا الارض بتاعتنا بالكامل من سناء فالحمد لله يعني من من السنين اللي عدت علينا في رخاء والحمد لله وبتمنى يا رب ان ما تعدش تاني مش عايز اقول النكسة بتاعت سبعة وستين لكن الاخفاق اللي كان حصل لنا في سبعة وستين وتمنى ان شاء الله نبقى في انتصارات على طول ومصر تبقى ان شاء الله عظيمة بشعبها وعظيمة بقيادتها وعظيمة بشرطتها وعظيمة بقواتها المسلحة وعظيمة بابناء سيناء اللي برضو بيبقى ليهم فضل كبير جدا فيه الامن والامان بالنسبة لجمهورية مصر العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة